اعيد المسألة بنقطة نقطة 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 طيب السؤال الاول السؤال الاول متى يخرج الرجل من اهل السنة هل اذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم او اذا وقع في شيء قليل مما يخالف اعتقادهم نعم اقول والله عز وجل اسأل التوفيق الى الصواب فيما اقول لقد اشتهر بين كثير من العلماء قديما وحديثا ان المسلم اذا اخطأ فيما يسمى عند العلماء بالفروع يعذر اما اذا اخطأ في الاصول في العقيدة فلا يعذر نحن نعتقد ان هذا التفريق اولا ليس له دليل من الشعر وثانيا نعتقد ان المسلم ومن الواجب عليه ان يتقصد دائما وابدا ان يعرف الحق مما اختلف فيه الناس سواء كان ذلك متعلقا في الاصول او الفروع او في العقائد او في الاحكام فاذا افرغ جهده لمعرفة الحق فيما اختلف فيه فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد كما هو معلوم من حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيح اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد هذا هو الاصل اولا ثانيا اذا المسلم كان حريصا على معرفة الحق ثم اخطأه ولو كان في العقيدة او في الاصول فهو غير مؤاخذ اولا بل هو مأجور على خطأه اجرا واحدا ثانيا لما سبق ذكره يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح ايضا من حديث حزيفة ابن اليمان وغيره من الاصحاب الكرام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم اي ابي كنت لكم قالوا خيرا ابي قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا فإذا ميت فاخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي البحر ونصفي في الريح فمات الرجل وحرقوه بالنار وذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح قال الله عز وجل له كوني فلانا فكان بشرا سويا قال له اي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشتك قال فإني قد غفرت لك فالله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان ما أنه وقع في الكفر وفي الشرك لأنه بوصيته هذه التي ربما لا يكون لها مثيل في كل الوصايا التي علمناها ووصد إلى علمنا من حيث جورها وظلمها فالله لم يؤاخره بل غفر له لأنه علم بأنه ما أوصى بهذه الوصية الجائرة إلا خوفا منه فإذا المسلم الآن يأتي خلاصة الجواب إذا كان المسلم يفتغي وجه الله عز وجل في كل ما يدين الله به ويعتقد فيه لكنه أخطأ الصواب فلا شك أن الله عز وجل يغفر له خطأه بل ويأجره أجرا واحدا هذا الذي ندين الله به ونفتي به دائما وأبدا وخلاصة ذلك أنه خلاف الأصل والقاعدة أن الله لا يؤاخر الإنسان على ما أخطأ وإنما على ما تعمده وثانيا لمثل هذا الحديث الصحيح هذا جواب السؤال الأول فماذا بعده وبعده ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء ذكر أن الرجل قد يثاب وعند حضوره في مولد أو في بدعة على حسب قصده ونيته كما تقولون في ذلك هذا ليس سؤال هذا لم يقرأ آرفا أنت قرأت سؤال تضمن فروعا كثيرة لعلك قفزت قفز الهجلان لماذا قفزت نعود الأول نعم قلنا سؤالك الأول تضمن أسئلة الفرع الأول الآن عدته عليه وعطيتك الجواب لأنك بنيت على سؤالك الأول أنه يخرج من أهل السنة والجماعة وأسئلة كثيرة جاءت في نفس السؤال الأول نعم يعني في أشياء أنت ما أعلم إذا أنت استغنيت عنها فهذا شأنك لكن أنا شاعر بأنك بحاجة إذا بقيت الأشياء وأن متى يخرج الرجل من أهل السنة هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم وإذا وقع في شيء مخالفا لما كان عليه أهل السنة ولو كان في فرع واحد هل يطرق عليه أنه مبتدع هذا شؤال مهم لكن يمكن أن يفهم جوابه على ضوء الجواب عن السؤال السابق فنقول إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأه فلا يجوز أن يقال إنه ليس من أهل السنة والجماعة لمجرد أنه وقع في خطأ أو لنقول كما جاء في سؤالك وقع في بدعة كثير كما يعلم طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كثير من العلماء يقعون في الحرام ولكن هل يقصدون الحرام حاشاهم فهل يأثمون بذلك الجواب لا لا سرق إذن بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله بالشهاد هو مأجور عليه أو بين عالم آخر وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصدت سنة فأخطأها لا فرق بين هذا وهذا ولذلك فنحن نشك نشك الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية الآن بين آهل السنة أنفسهم حيث أنه ظهر فيهم من يظن بأنه خالف آهل السنة في بعض المسائل فبدعوه وخرجوه عن آهل السنة حسبهم أن يقولوا بأنه أخطأ أولا ثم عليهم أن يقيموا الحجة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ثانيا أما أن يجيدوا في الفرقة فرقة وخلافا فهذا ليس من عادة آهل السنة والنهماء أبدا لذلك فلا يجوز أن ينبذ من قد يخطئ في مسألة على التفصيل السابق سواء كانت أصلية أو فرعية كانت عقدية أو فقهية لا يجوز أن يضلل وإنما يعامل بالذي هو أحسن